اشتركوا في القناة 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 وهذا القراءة اللي بدأت من فاتح يونيو اشتركوا في القناة 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 زيادة على هذا أن فترة دي الحجر الصحي كان فيها شهر رمضان شهر رمضان معروف عليه أن تعامل دينا مع الماء والكهرباء كثير تغير وتتكون واحدة زيادة اللي ملحوظة واللي هي معروفة من خلال سنوات السابق هذا الجوج دي العواميل هما اللي خلوا أن الاستهلاك دينا يكون كتر من اللي تم التقدير دياله في هذه الحالة هذه الظن زابون تكون مطالب أنه يأدي الفارق ما بين الاستهلاك الحقيقي اللي يجا كتر من التقدير وهذا الفارق هذا احنا يوعيا منه كشركة ليداك أن هذا السياق دي الحجر الصحي كانت عنده عواقب سلبية لعلى القدرة الشرائية ديال الزبناء لعلى المتابعة ديال الأنشطة ديالهم إلى آخره لك تقدر تكون صعوبات في الأداء دياله ولهذا تلقائيا تنمنح تسهيلات في الأداء ديال هاد الفاتورة تقديرية ديال الشهر اللي خرجت في شهر ستة واللي كتشمل تسوية ديال الوضعية ديال ثلاثة أشهر رمضان شفاكتورة ديال شهر واحد يعني كتشمل تسوية ديال شهر مارس وشهر أفريل وشهر ماي وإلى حدود القراءة ديال العدد اللي تمت في شهر يونيو الناس اللي هجاتهم ديال الفاتورة ديال التسوية كتر من المبالغ الاعتيادي اللي كانوا مولفين كيخلصوها في نفس الشهر ديال السنة والفاريطة هاد الناس تتعطاهم تلقائيين أوتوماتيكين بلا ما يحتاجوا ديروا الطلب تتعطى التلقائيين واحد تقسيم ديال هاد الفاتورة هادي على ستة شهر يعني يمكنهم خلصو طرف اللول دابا وتفتاني الشهر المقبيل إلى آخره كيفما عندهم حريات الاختيار إلى رجعة القدرة الشرائية ديالهم ولكن عندهم الإمكانية باش يؤديوها أنهم يؤديوها في كفاتورة مكتملة من فرصة اللولة اشتركوا في القناة